مرحباً، 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 مرحباً للمتين العربية العربية، في الأسفل الثاني، سنقوم بكثير من المستخدمة الحط، هذا المستخدم يعطي أن أضعها في الإنغلاق، ويستخدم في كثير من طريق الناس في التحدثي، يمكن أن تظهر مستخدمة، مستخدمة، ومستخدمة، دعونا نرى بعض المثال لتساعدة تستخدم حط، كم قصة العربية، لنبدأ، المرحب الأول، أو المرحب الأول هو حط براسو، حط براسو، يعني أن تضع في العقل، تقرأ في تقرأ في تقرأ في تقرأ في تقرأ في تقرأ في تقرأ شيئا، حط براسو، حط براسو، أنا بعرف إذا بتحط براسك إنه تخلص الشغل، راح تخلصو، أنا بعرف إذا بتحط براسك إنه تخلص الشغل، راح تخلصو، أنا بعرف إذا بتحط براسك إنه تخلص الشغل، راح تخلصو، حط براسك إنه لازم تدرس منيح مشان تروح عالجامعة، حط براسك إنه لازم تدرس منيح مشان تروح عالجامعة، حط براسك إنه لازم تدرس منيح مشان تروح عالجامعة، حط براسك إنه لازم تدرس منيح مشان تروح عالجامعة، حط عين على، حط عينك على أخوك صغير، حط عينك على أخوك صغير، انا شايفك حاط عينك على هاي السيارة، شو حبيتها؟ أنا شايفك حاط عينك على هاي السيارة، شو حبيتها؟ أنا شايفك حاط عينك على هاي السيارة، شو حبيتها؟ and the next phrase is بحطك بعيوني، بحطك بعيوني، I put you in my eyes، بحطك بعيوني، and another one بحطك على راسي، بحطك على راسي، I put you in my head، بحطك على راسي، Both idioms reflect a cultural emphasis on expressing respect, affection, and the significance of relationships in Arabic speaking society. أنا بحب أصحابي، ودايما بحطهم على راسي، أنا بحب أصحابي، ودايما بحطهم على راسي، I love my friends, and always put them on my head. It means respect them. أنا بحب أصحابي، ودايما بحطهم على راسي، بدير بالي على عيلتي، وبحطها دايما بعيوني، بدير بالي على عيلتي، وبحطها دايما بعيوني، I always care about my family, and keep them in my eyes. It means look out for them, or protect them. بدير بالي على عيلتي، وبحطها دايما بعيوني. And the next phrase is حط حالك محلي، حط حالك محلي، Put yourself in my place. حط حالك محلي، This idiom encourages someone to empathize with you by imagining themselves in your situation. It's a way of asking someone to understand your perspective or feelings by considering how they would feel or react if they were in your shoes. حط حالك محلي، حط حالك محلي، شو رح تعمل إذا صار معك نفس الشيء. Put yourself in my place. What would you do if the same thing happened to you? حط حالك محلي، حط حالك محلي، and see how difficult things are. قبل ما تحكم علي، حط حالك محلي، وشوف كيف الأمور صعبة. قبل ما تحكم علي، حط حالك محلي، وشوف كيف الأمور صعبة. شكرا كتير ومع السلامة.